أهلا بكم بعدما تربع الدولار على عرش الـ 46 ألفاً ويتجه إلى موقع أعلى وبعد دوران جلسات انتخاب الرئيس 11 مرة في الفراغ ضمناً الجلسة المقبلة وبعد كل عشقة الفساد التي بلعها القضاء اللبناني وفضحها القضاء الأوروبي يمد مؤشر الغلاء رأسه يوم الجمعة المقبل للبحث في زيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور إلى أربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة ورفع تعويض بدل النقل من تسعين ألفاً إلى مائة وخمسة وعشرين ألف ليرة ليوم التعويضات العائلية ثلاثة أضعاف في السياسة دخل نائم ميشيل معوض إلى بيت الكتائب المركزي مرشحاً للقوى السيادية وخرج مرشحاً ثابتاً ومنفتحاً على خوض معركة أي مرشح آخر سيادي وإصلاحي هذا لسان حال رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الذي استقبل أيضاً النائب نعمة فرام وشدد على أن الأهمية ليست في أن ننتخب رئيساً بل من ننتخب لرئاسة الجمهورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة